هناك أفضل من الصوم أفضل من الصلاة أفضل من العبادات أعمال بسيطة جدا ولكن ثوابها أعظم بكثير اليوم للأسف حياتنا تحولت لعبادات ميكانيكية كما أسميها يصلي وكذا وكذا ثم تجده أخلاقه سيئة إذا أسأت له قليلا يغضب ويسب ويجتم لا يصبر على أذى أحد لا يساعد أحدا يعني أصبح لدينا مشكلة في هذا الموضوع النبي هنا أراد أن يبين لنا أن هذه العبادات أصلا هي لتحسين أخلاقك فإذا كانت أخلاقك سيئة إذن أنت عبادتك فيها مشكلة يجب أن تراجع هذا الموضوع دعوني أقرأ هذا الحديث ثم نتدبر ونتأمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة صلى الله عليه وسلم والله كلام رائع وأنا واثق أن كثير من الناس لا يطبق هذا الكلام كثير من المسلمين طبعا الذين يحرصون على الصلاة وكأن الصلاة هي التي ستدخله الجنة لا يا أخي الصلاة لا تدخلك الجنة ولا الزكاة ولا كل العبادات هناك شيء أهم هل أنت ترضي الله أم لا هل أنت ترضي النبي أنت تريد أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول لك هناك أعلى من درجة الصائم القائم المتصدق إصلاح ذات البين أن تسعى في الإصلاح بين الناس وفساد ذات البين هو الحالقة تحلق الدين تدمر الدين يعني طبعا الدين لله سبحانه وتعالى لا يدمر ولكن يدمر هذا الدين في أعمالك أنك إذا تركت الإصلاح وأصبح هناك فساد في الأسر وفساد في العائلات وفساد بين الناس سوف يختفي الدين من بينهم لن تجد أثرا لتعاليم الله عز وجل ستجد أن الناس يلهثون وراء الدنيا كما هو حاصل يلهثون وراء المقاطع اللهو وكل حياتهم هي الدنيا فقط إذن أين الدين لا وجود له في حياتهم سوى بعض الأعمال كما قلت الميكانيكية أنه يقوم ويركع ويسجد وقد ينفق شيئا أو يصوم يجوع ويعتش فقط هذه حياته لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت نظرنا إلى أعمال مهمة نغفل عنها ما معنى ذات البين أحبة في الله لو كل إنسان حارصة على إصلاح أسرته أولا مشكلة اليوم نسبة الطلاق أربعين بالمئة أين أصلاح البين؟ طيب أنت خربت ذات البين عندك عندك أفسدت ذات البين عندك في بيتك كيف ستصلح خارج بيتك؟ يبدأ كل واحد ببيته إصلاح ذات البين يجب أن يتمتع من يريد أن يستهى بذات البين بالصبر بالكلمة الطيبة بالحلم ويتحمل أذى الناس إذن أنا أول شيء يجب أن أتحمل الأذى من بيتي في داخل بيت عندما زوجة تؤذي زوجها يجب أن يتحمل أو العكس زوج يؤذي زوجته يجب أن تتحمل وهي تأخذ دور إصلاح ذات البين بهذه الحالة لو كل واحد طبق هذه القاعدة على بيتي ستختفي المشاكل من البيوت وعندما تطبق هذا على بيتك تطبقه أيضا بين إخوتك وبين أهلك وبين جيرانك تسعى في الإصلاح السعي في الإصلاح بين الناس أمر مهم جدا أيها الأحبة نحن لماذا اليوم ندعو لا يستجاب لنا معظمنا كئيب وتعيس معظمنا يلهث وراء سراب هو الدنيا معظمنا يحمل الهموم لدينا خوف من الغلاء من المستقبل من قلة المال خوف من المرض انظروا عندما ضرب كورونا الناس أصبحوا في حالة رعب من وهم هو كورونا يعني فيروس لا يرى هو معلومة أصلا أصبح لديهم خوف ورعب من شيء وهم يعني ونحن نعلم أن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء ولكن ثقتهم بالدنيا أكبر من ثقتهم بالله عز وجل معظم الناس اليوم لا يثقون بالله يثقون بالدنيا بالأسباب المادية يثق بما في جيبه فقط لا يثق برزق الله والإيمان الحقيقي يفرض عليك أن تثق بما عند الله عز وجل أكثر من ثقتك بما في يديك يعني أنا لدي مبلغ من المال في يدي أنا أثق أن ما عند الله أفضل وأبقى مما في يدي وأثق أن هذا المبلغ قد يذهب ولكن ما عند الله يبقى هذه الثقة فقدناها للأسف إذن هنا أخي الحبيب عندما أنت تثق بالله وتحاول أن ترضي الله وترضي رسوله عليه الصلاة والسلام إذن هنا يجب أن تسعى في خدمة الناس تسعى في إسعاد الناس وتبدأ من بيتك تسعى في الإصلاح بين الناس هذا هو الأجر العظيم يعني أنا أعطيكم قصة لرجل النبي عليه الصلاة والسلام قصها علينا قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل في حياته حسنة قط هل هناك أسوأ من هذا الرجل؟ نظريا يعني ولكنه دخل الجنة بعمل بسيط ربما لا تتصور ما هو العمل بسيط جدا هذا الرجل كان من أصحاب المال وكان يقرض الناس يعطيهم قروض أو بضاعة أو يتعامل معهم فكان يقول لغلامه إذا بعثه يقول له إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه عمل بسيط فقط يعني إذا وجدت إنسان غير قادر على الدفع اليوم أخره تجاوز عنه فقط يعني عمل بسيط فلما مات تجاوز الله عنه إذن دخل الجنة بعمل بسيط لم يصلي ولم يصم ولم يختم القرآن مليون مرة ولم يذهب إلى الحج مئة مرة ولم يفعل أي شيء هو فقط عمل بسيط دخل الجنة إذن القضية أخي الحبيب كيف تحب النفع للناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا أحب أن يترسخ هذا الحديث في ذهن كل واحد منا خير الناس ليس أكثرهم عبادة ولا صلاة ولا إنفاقا ولا قراءة القرآن ولا ولا إلى آخر أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس أنت إذا أردت أن تبلغ مرتبة عالية عند الله ساعد الناس أنا عندما أصلي ليس الهدف أن أصلي الهدف شيء آخر أن أحسن أخلاقي الهدف أن أحب الخير للناس الهدف أن أعفو عن الناس تجد في المسجد اثنين يصلون وإذا ضرب أحدهم الآخر بالخطأ يغضب وربما يحدث صدام وربما تحدث صراخ وكلام وشتائم طب أنت صلاتك لا قيمة لها صدقني مثل هذه الصلاة ليس لها قيمة نحن بحاجة أيها الأحبة أن نعيد نصحح نظرتنا للدين الدين ليس مجرد افعل ولا تفعل وعبادات وكذلك الدين له هدف كبير جدا هذا الهدف الكبير هو يتمثل في حسن الخلق حسن الخلق يعني الصبر والتحمل ومساعدة الناس والصبر على أذاهم والحلم على أخطاء الآخرين وإكرام الآخرين والتفاني في خدمة الآخرين وإيثار الآخرين على نفسك هذه العبادات هدفها أن تصل لمرحلة حسن الخلق لذلك عندما سأل الصحابة الكرام حبيبكم عليه الصلاة والسلام قالوا له كيف نكون معك يا رسول الله في الجنة أو نكون قريبين منك قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أكثركم صلاة لا أكثركم صياما لا أكثركم زكاة لا قال أحاسنكم أخلاقا النبي يريد حسن الخلق وهو جاء ليتم مكارم الأخلاق فإذا صلاتك لم تنهك عن الفحشاء المنكر لا قيمة لها إذا كان صيامك لم يعلمك الصبر على أذى الآخرين لا قيمة له عمل بسيط عمل بسيط مثل هذا الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس عمل بسيط قد يدخلك الجنة لذلك في القرآن الكريم لا توجد آية أفلا يقرؤون القرآن ولا توجد آية أفلا يحفظون القرآن ولا توجد آية تقول أفلا يختمون القرآن كل شهر مرة أو مرتين أو ثلاثة كل هذا الكلام غير موجود الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن الله يريد منك التدبر لا يريد منك كثرة الحفظ وكثرة الكلام من دون فائدة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن الهدف من قراءة القرآن التدبر الهدف من الصلاة والصيام والزكاة والصدق أن تزكو نفسك أن تصبح أكثر صبرا أكثر حبا للخير أن تصبح أكثر إحساسا بالمظلوم بالفقير هذا هو الإسلام أيها الأحبة لذلك هنا النبي صخح لنا المفاهيم وقال هو إصلاح ذات البين فعليك أخي الحبيب منذ هذه اللحظة أن تبدأ بإصلاح نفسك أولا أصلح العلاقة بينك وبين زوجتك بين أبيك وأمك وأهلك ثم انتقل تدرجيا إلى جارك أصلح العلاقة بينك وبينك أن تبادر لا تنتظر من الآخرين كلما آذاك أكثر وصبرت أكثر ترتقي بدرجتك عند الله نسأل الله عز وجل أن يعلمنا هذا العلم النافع وأن ينفعنا به يوم القيامة إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته